مجلس الإدارة حالي برئاسة الكابتن محمود الخطيب أنت فوزت باتنين دوري شاركت فيهم وفوزت باتنين سوبر شاركت فيهم فبالتالي على المستوى المحلي أنت وصل بنسبة نجاح 75% لكن على المستوى الإفريقي أنت بتخطط أنك تفوز بكذاب طولة في الفترة الجاية كانت فيه ظروف معينة في القيد والتعاقدات وتغيير الأجندة الإفريقية ما سمح لكش أن أنت تحضرت بشكل جيد على مدار آخر مصنين لكن من السنة تحديدا خلاص الأجندة والرزنامة مشت مع النظام المحلي بشكل جيد فبالتالي بتحضل للمشروع ده بشكل كويس جدا الجهاز الفني كمان والتخصص اللي موجود في كل أفراد الجهاز المعاون بيدينا طمأنينة أن اللي جاي فيه ناس بتشتغل بشكل علمي مهم جدا على بعض العناصر اللي ممكن بيفتقدها العديد من الأندية أو العديد من الليعابين فيه الدوريات المحلية أو في الدور المصري فبالتالي اللي جاي مهم جدا أن نحن نتعامل مع الجهاز الفني ومع ريني فيلر مش بالمباراة ومش بالتشكيل وبضم أو استبعاد حد لأ نتعامل معها لأنه مشروع بيخطط للناحية الفنية والتكتيكية ولقطاع قرة القدم ككورة في الفترة الجاية بشكل مختلف منذ أيام قليلة يمكن طبعا كابتن سارد الحافيز مدير القرة كان أعلن أن فيه أحد أعضاء الجهاز الفني انضم طبقا لرؤية ريني فيلر هو مدرب اسمه شعيب مغربي أصل مغربي ومعاجل سياسي وسرية ليه دور في مسألة السكاوتينج وفي تحليل الأداء وشق فني مع المدير الفني في المرحلة القادمة أيضا كمان عايب قال ليه دور مهم جدا مع اللاعبين اللي ما يكونوش موجودين في التشكيلة الأساسية في المباراة في توقيت كتير جدا أنت بتبقى عندك قايمة فيها 25 لعب بتسافر ب18 أو ممكن بتلعب ب14 لعب فبالتالي بتبقى نفس العدد حوالي 11-14 لعب إزاي تشتغل على الفريق أو المجموعة الاحتياطية اللي ما شاركتش في المباراة الرسمية عشان يتحضروا سواء في نفس الأداء البدني اللي بيكون عليه الفريق الأساسي أو حتى في نفس الأداء الفني اللي بيكون عليه الفريق الأساسي من حيث التحركات من حيث طريقة اللعب نفس طريقة اللعب اللي بيأديها الجهاز الفني أو المدير الفني مع المجموعة الأساسية اللي بتلعب المباراة الرسمية مهم جدا المجموعة الاحتياطية بتسير بنفس المنهج مع المجموعة الأساسية عشان في وقته معين لما تختار لعب تقدر تحطه في أي توقيت وفي أي ظروف نفسيا وبدنيا وفنيا يكون جاهز زي وزي اللعب الأساسي إذن التفاصيل الصغيرة دي هي اللي بتحقق بطلات على المدى البعيد وعلى المستوى الكبير فبالتالي تعامله مع الجهاز الفلناناتي الأهلي كأنه مشروع للي جاي للمستقبل بطولة إفريقية البداية جيدة إن شاء الله اللي جايها يكون أحسن فبالتالي أرجو عدم التعاون مع مباراة حتى لو بنكسب منقص القصة على مباراة ولا مين بدأ ولا مين ببدأش إطلاقا الفكرة في حد ذاتها إحنا عايزين نختم وسم وإحنا بحققين العالمة الكاملة زي ما كان بيحصل قبل كده كنت بتحسب إنت لعبت خمس بطلات فصة باربعة أو فصة بخمسة فبالتالي محتاجين نرجع لنفس الجوزئية دي وعشان ترجع لده لازم عقلية الجمهير تتغير لازم عقلية الجمهير ترجع قبل ما عاصر السوشيال ميديا لما بتشوف النادي الأهل بيشتغل بيشتغل بشكل علمي مهم جدا فالمرحلة الجاية فيها مرحلة شباب فيها مرحلة ندوج فيها مرحلة علمية الكل بيشتغل عليها وأنا بحب جدا أو أصل لكم التفاصيل الصغيرة دي بعيدا عن أمور الفنية أو طريقة لعب أو أربعة اتنين تلاتة واحد أو تلاتة أربعة تلاتة مش ده الملقلس النهائي لا فيه تفاصيل صغيرة بتحصل جوه الشغل الفني اللي بيتم مهم جدا أو دور الإعلام الموضوع أنه هو ينقل الجمهور اللي بيحصل عشان الجمهور يبقى بيئيس المرحلة بعد فترة طويلة من الزمن عشان في نفس الوقت يشيل أي ضغط سواء في أي كلمة بتتكتب أنه ممكن توصل لمدرب توصل للاعب لأ نشيل أي ضغط على موجود على الجهاز الفنية وعلى اللعبة ونتعامل مع فريق القرى في النادي الأهل عين ومشروع ننظر لي بداية مثلا من شهر يناير أو حتى في نهاية الموسم لما إن شاء الله بإذن الله لما حقق الدوري لكذا سنة متتالية بعد السنوات الأخيرة كاس مصر السوبر البطولة الإفريقية في الفترة القادم فيلر حتى في تصرحاته قال كده قال القادم بإذن الله سيكون أفضل على كافة المستويات مشيرا لأن استمرار الانتصارات ضروري جدا بالنسبة للأهل وجمهيره من أجل تحقيق المزيد من البطولات الكاتل انسان عبدالحفيز قال كمان جزئية مهمة جدا قال بعد مباراة سموحة فيه تركيز مهم جدا على مباراة كانو سبورت يوم السبت القادم الجاز الفني أغلق صفحة الدوري بمجرد الانتهاء من مباراة سموحة بالأمس بعد حصد أول سلاس نقاط نحو مشوار الفريق للدفاع عن اللقب والدرع رقم 42 بإذن الله ليكون فيه خزينة البطولات في النادي الأهلي التركيز بالكامل يكون على مواجهة كانو سبورت زي ما قلت لكم صحيح الفريق في لقاء الزهاب 2-0 وده في عرف الكورة أو في مقاييس الكورة بنسبة 90% أهلت لكن كل شيء وارد في كورة القدم والجهاز الفني بيتعامل وخالق الدوافع مع اللاعبين بيتعاملوا على هذه الجزئية كل شيء وارد في كورة القدم فلازم تاخد كل الأمور على محمل الجد لازم تتعامل مع كل مباراة بأنك بتلعب مباراة نهائية لازم تدي اعتبار كبير جدا للفريق اللي بتوجه حتى لو انت في المستوى الفني أكبر منه بمراحل والنادي القلي بالتأكيد بيحترم المنافس في مباراة السبت القادم جاز الفني بالتأكيد خلال 72 ساعة اللي جاي هي حاج القدر إن كان يطمئن على كل اللاعبين سواء من ناحية الفنية والبدنية عشان يشوفي التشكيلة المناسبة اللي يلعب بها هذه المباراة الشيء بس الغريب شوية أو اللفت للنظر واللي ده بيبقى خارج بقى التوقعات أو غارج المقاييس